الخبار اولي عدى عن قمر الطاي ونورستار يا حباي والمقاطع اللي نزلوها بخصوص الخطبة طبعا من البداية لازم نكون الصف قولي لان تعرفون كل اخبار اللي يجيبها دائما صحيحة والتحقيقات دائما تكون صحيحة اللي نزلت لكم هذا المقطع قبل سبع تيام من مقطع نورستار واكتشفت لكم من هو حبيبك وكريم حطيت لكم صوره وطبعا كل اللي شاف فيديو نورستار اللي اغلب لاحظ يا حباي بان ان عنهم يحبون بعضك وعلى قما بينهم اما بالنسبة القمر طاية يا حبايب فمثل ما قلت لكم هما حكوا المقلب تعرضت شوية طبعا من التهجم بسبب ان هي قلدت يارا بالسابق من شهرين نزلت نفس الفكرة وطبعا يارا همين نزلت هذا السوري كانت بشوفوا كيف عم تقلد خالته يارا نوعا ما هي تقصد قمر ان هي قلدتها ما ادري صراحة تبني بالكومنتات شراكم بهذا الخبر قلدتها او لا الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عادنا اللي هو وسامتكت يا حبايب وتنزل هذا السوري كان واحد من المتابعين قاد يسئل انه شوق تانا هو يتنزل لاغنيتك الجديدة فورد عليه ان شاء الله بالفلك هو سمع الناس لاغنية وانتوا رح تقول لنا شو رايكم فاكتمل بلكومنتات جاءتوا بتحمسين لاغنيت وسامتكت الجديدة امام نسم اليوتيوبر الثاني اللي عادنا اللي هو بيسان والناس شايب يا حبايب فلذب شاي تستوريات ويا بعض تانا ببداية يتدرون بيهم المتابعين انه هم شوية قاطعين بدين يزدون ولكن مس الوقت اعلي ناو انه ان شاء الله ابتداء من يوم 15 بالشهر رح يصلكوا هوايش ناري وخرافية رح تنزل بالاضافة لكم وقت الجديد رح ينزلون ناري شوفوا الستوريات اي 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 العنصار تطلع فينا خايبين عنكم نحنا انا وبيسو غايبين عنكم قصير معكم باليوتيوب و بالتيكتوك و في الانستجرام بس باذن الله خطينا خطوة جديدة بدبي خمس عاش الشهر رح نعلل عنها من بعدين رح نبلش انطلاق خطوة يعني الواحد لم يعملها بيتعذب كثير وحنا تعذبنا وباقي بس تعرفوها بس تعرفوها رح نفجر الدنيا وحبايبي اليوم التعينا انا وانس حتى نعوض لكم شوي التقصير بس حبايبي والله العظيم حظر للكم مفاجأة بخمس عاش الشهر حماس غير عن كل المفاجآت ان شاء الله بيتنا حبايبي اليوم التاج قلت بتحمسي المقاطعهم الرهيبة و المفاجآت اللي هم مجهزيني اياها ننتقل حاليا انا شايب يا حبايب وتنزيلها هذا الستوري اللي كان واضح انه هو مريض و كاتب عليه من شاء الله احد يقول لي انه ليش يش قادر تصير وياي انه ايدا اليمين قادر ترجف كل ساعة تقريبا وشينو الحل بعد نزال هذا الستوري يا حبايب كانت يشكر بي متابين على كلامهم الحلول قاعد تزول هي والحلول انهم خايفين عليه و بالنسبة الوقت قاعدت يقول انه ايدا كلش قادر ترجعه بحث ما قادر انه يستخدمها و ان شاء الله خير يا رب فالله شفي يا رب ان شاء الله ما بي له خير له و عافية و ان شاء الله يرجع عنا بسرع وقت ننتقل حاليا محمد جوان يا حبايب هل هو راح تصالح وياي بي سان فنزل هذا الستوري كانت بيلة و رجعت اليك و اعتدرت بتقبل او لا فورد عليه من وهي اي وحدة بعدين قال اموما انا بسامح بس ما بنسى فكلم احبوا بالكومنتات شو راكم باللي صار و هل ممكن يصالح وياي بي سان او لا ننتقل حاليا الخبر رشيز علانة فنزلت هذه السوري يا حبايب ستكتبه مقهورة مقهورة سابنه يحفت واحد من الفيديوهات اللي كان مفروض لنزلنا او قوب باتر فاكتبه للكومنتات شرقه بالخبر ننتقل حاليا ليشيم يا حبايب ووصول احسبها بالتك توك لل 15 مليون المتابع فاشغل الالف مبروك عقبال 20 مليون يا رب و طبعا لتسوني يا حبايب نتبار كله بكومنتات على هل انجاز ننتقل حاليا التهجيب المتابعين على بي سان اسماعيل يا حبايب بعد ما نزلت هذا التك توك اللي كانت ديتر قصبي او نوعا ما عاد تسوي تك توك على واحدة من الاغاني فهو من الكومنتات شد يتنمرون عليها ويكتبوها اسم انتي وهو يتنمروا عليها ان انتي سمنانا ويضحكون فانتما شايفين تك توك يا حبايب اكتبونها بالكومنتات هل استحقت هل تنمر تعرضت لها او لا ووضعوا لحباب لنوصات المقطع فجر مقابل لكاتو باس جانيكو فايزي مقابل بيك القصص احبكم مع السلامة